إلى كردستان العراق ومع تفاقم أوضاع النازحين وارتفاع عدادهم جراء عملية تحرير الموصل واصلت هيئات الإغاثة الكويتية تقديم المساعدات الإنسانية في مدينة إربيل الحملة الإنسانية تضمنت توزيع مئة طن من المساعدات الغذائية على أربع مخيمات للاجئين ضمن حملة الكويت بجانبكم مع ارتفاع عداد النازحين من مناطق القتال المتفرقة بمحيط مدينة الموصل لا زالت دولة الكويت تكثف من جهدها لغاثية انطلاقا من الرؤية الإنسانية التي يوليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه فقد تم شمول أربع مخيمات بناحية ديبكة غربية أربيل بخطة توزيع أكثر من مئة طن من المساعدات الغذائية دفعة واحدة لتغطي هذه الكمية كافة الأسر المتواجدة في تلك المخيمات ثم توزيع 3500 سلة غذائية على النازحين من أهالي الموصل اللي ساكنين بمخيم ديبكة واحد وديبكة اثنين وديبكة ثلاثة وديبكة أربعة اللي عددهم 3500 عائلة ولأن عملية التوزيع تمت وفق الخطط الإغاثية المدروسة فقد انعكست نتائجها الإيجابية على الأسر التي توافدت على موقع التوزيع نشكرهم كثير الشكر على هذه المساعدة لأن النازحين في مخيم ديبكة يعني كلش تعبان الناس تعبان حيل بصورة عامة يعني تعبان حيل نازحون أكدوا أن العنوان الذي تنطلق منه حملة الكويت بجانبكم ترك أثرا كبيرا في نفوسهم ما يؤكد الوقفة الإنسانية التي وقفتها ولازالت تقفها دولة الكويت مع النازحين كلمة الكويت بجانبكم ووقفة مع الشعب العراقي هذا القطعة حقيقة حزت بالأنفس يثير وجزاهم الخير كل الخير إن شاء الله ونشكر كل يد قدمت العون للمساعدة تقديم المأوى والمأكل والمسكن والمشرب والعلاج فخدمة يعني عطاء بسخاء وبسبب كثافة النزوح من مدينة الموصل فقد تم إنشاء أربع مخيمات بناحية ديبكة غربي أربيل مخيمات ديبكة الأربعة كانت محطة جديدة من محطات الدعم الذي توليه يد الخير الكويتية من أجل دعم النازحين من أهالي مدينة الموصل من مخيم ديبكة عاصم الحمداني تلفزيون دولة الكويت